نقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحببته عارضة الأزياء الأرجنطنية جورجينا ابنتهما لإحدى المستشفيات في رياض بشكل مفاجئ حيث ستخضع ابنة رونالدو لعملية الزائدة بعد معانتها منها لفترة طويلة ظهر السنائي داخل غرفة في المستشفى مرتديان البلتو المعقم ويقافان بجوار سرير تستلقي عليه ابنتهما وبجانبهما الطبيب تمنى المتابعين لتفلتهم الشفاء العاجل ودعوا الله أن تكلل العملية الجراحية بنجاح مؤخرا رد رونالدو على الشائعات التي تفيد بانفصاله عن شركته بعد توتر العلاقة بينهم هيسو شارك لعب النصر السعودي صورة له وهو يقبل حبيبته جورجينا في أحد المطاعم بالرياض ويحمل كلاهما مشروبا مع تعليق نخب الحب شاركت جورجينا مؤخرا عبر خاصية ستوريا على تطبيق انستجرام صورة للسماء وأرفقتها بكلمات من أغنية افدي للمطرب الأمريكي روميو سانتوس وعلقت على الصورة قائلة الحسد يولد الإشاعة وبعدها ينتشر الكيل والقال والأحمق من يصدق ذلك بدورها أفادت صحيف الديلي ميني البريطانية أن جورجينا لا تعلق على مثل هذه الشائعات لكن خرجت هذه الفترة لتم في ما يتم تدوله زعمت وسائل أعلام بأن كريستيان ورونالدو سأم من صديقته وأكدت أنهم يقتربان من الانفصال بدوره أدلى مشهور التيك توك الأسباني أبيل بلانسيس بتصريحات قال فيها أن كريستيان وجورجينا تجادل قبل ركوب الطائرة في أحد الأيام وأوضح بأن الجدل وقع أمام العديد من الموظفين العاملين لدى الدوم وأكد بأنه لم يتحدث إحدهما مع جورجينا خلال الرحلة بالإضافة إلى عدم تحدثها مع رونالدو اشتركوا في القناة